للأمة إرادة والغاية السعادة للأمة إرادة للأمة إرادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدأ يداهمنا فندخل على طول بالمحاور اللي عندنا ابتدأ معاش بمحور مهم جداً وبجزئية متعلقة بسر العملية الانتخابية ونتحدث عن يعني الولاء للوطن وجزئية الولاء للوطن في ظل هذه الصراعات والنزاعات وعدم الاستقرار السياسي كيف ممكن أن نعزز قيم الولاء للوطن والتي ممكن أن تخفف هذه الصراعات وهذه النزاعات السياسية فيكون هناك استقرار سياسي وإن حصل استقرار سياسي سيكون هناك تنمية صحيح أول شيء يعني أنه يشعر الإنسان المواطن بالعدالة الاجتماعية هذا يخليه مرتبط بالوطن وعنده الولاء الولاء ليس مجرد كلمة لازم يكون في عدالة اجتماعية يشعر أن القانون يتعامل معه ومع غيره سواء والأمان الشعور بالأمان نحن مجتمع مع الأسف بالفترة الأخيرة بدنا نشعر فقدان الأمان بالفرقة بعدم التماسك الاختلافات صارت يعني هي تحدد علاقاتنا مع بعض اختلافات بالرأي اختلافات والأمور السياسية صارت التوب يعني صارت على رأس القائمة النزاعات السياسية أي يعني الناس نست القيم الإيجابية والخيرية أنا مسؤولة عن هالكلام نست حتى الخيرية والقيم الإيجابية وقامت تستحضر بس الأشياء اللي تزيد النعرات تزيد الخلافات وتزيد الفرقة وصار حتى الآخر يشكل لها تهديد ومو شخص مقبول فعملية الانتخابات أنا أشوفها أنا كنت من المقاطعين نعم أو قاطعت لي سبب وكنت أتكلم عن موضوع شون السبب كان السبب أنه نبي مساحة أكبر من الحرية وهامش الديموقراطية ما يتماشى مع يعني تغيراتنا إحنا ما اللي فرق هذه؟ اللي فرق واحد أشياء اللي فرق أنه الفترة اللي فاتت أطلقت يد السلطة صارت الشعب هو مصدر السلطات أطلقت يد السلطة البلد لا زالت متعثرة وصل أشخاص أنا مع احترامي شخصي لهم مو هما اللي ممكن يكونون ييمثلون لأننا عزفنا عن المشاركة تقصدي المجلس المبطل الأخير؟ المجلس المقتل ولازالت قضايانا موجودة قضايانا ومشاكلنا الجذرية الأساسية لازالت موجودة ومحتاجين حق حلها أنا راجعت هذا القرار يعني وبعدين السلطة عطتنا خطها يعني قالت احنا ماشيين خلاص هذا موضوع الصوت الواحد قائم ما في تراجع عنه الآن هل احنا مع السلطة في سراء هل احنا كنا لما يعني مثلا يحصل مطالبات ونداءات وتصير انتهاكات مثلا حقوق الإنسان كنا نعول شخصيا وبقوله بكل صراحة كنا نعول على المجتمع الدولي أنه مثلا يعني ينبه يساند الجمعيات الحقوقية العالمية بس أنا اكتشفت وأقولها كل صراحة أن هذه الدول المتطورة دول عايشة على تصدير الرصاص المتاطي ما تؤمن بالديمقراطية عندنا يمكن دكتورة أنت تكلمت قبل شوي عن موضوع العدالة الاجتماعية لكن أيضا تطرقت الشغلة وايد حلوة أن في ناس اليوم سواء مقاطعين أو غير مقاطعين صارت النعرات الطائفية والشحن الشارع عندها أهم حتى من الكويت ما احترامنا لجميع أهو دش في الموال يشحن الناس حتى لو نقول لمصالح شخصية بعيدة عن مصلحة الكويت اللي يحب الكويت أنا بوجهة نظري يشارك بالانتخابات ما يبي يشارك على الأقل يكون الكويت جدام عيونه ما يفكر أن الكويت ممكن يضرها شيء لكن إذا انت تكلم عن العدالة الاجتماعية وأنت تطرقت إليها قبل شوي تشوفين في عدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة بالكويت وفي حال وصولتش المجلس القادم شنو أهم القضايا اللي تهم المرأة وراح تطالب فيها الدكتورة هاي المطالية شكرا قبل الله بس أجاوبك على هالجزئية الموضوع الشحن أصبح حتى الطعن بالمشاركين والسخرية منهم والسخرية بالمرشحين يعني أنت إذا بالظل ما تبي أحد يعني يوصل للمجلس وكل شخص يشارك تقعد تطعن فيه إذا أنت متخلي عن حق لك وبعدين تلوم يعني تقوم تلوم المجلس شارك تغير أي أنت طبعا إرادتك في التغيير امتناعي أنا قاعد أقول امتناعي أن التصويت هو إقرار للتصويت لآخرين نعم أنا اللي حق ليش أهده ليش أهدر هذا الوقت يعني قبل كنا نعتقد أن المقاطعة مثلا فيها إحراج الحكومة الآن الحكومة لم تحرج والحكومة ماشية بخطأ يجب أن نحن نفكر ونطرح طرق جديدة أن نغير ونغير من خلال إرادتنا وما نتخلى عنها الدكتورة بعدما صار مرسوم الصوت الواحد واقع صح احنا عايشين اليوم بعد حكومة مستورية فالمشاركة أولى وبعدين من سيغير مرسوم الصوت الواحد مو عن طريق قبة عبدالله السالم صح المفروض هذا يعني يطرح كتشريع يؤخذ ويداول إذا أنت شجعت باتجاه أن يظل عندي ممثلين وأوصل ممثلين أقدر أثق فيهم يمكن هذا الشيء سيتغير بس إذا انت امتنعت وصار في هذا القاب بينك وبين الحكومة إذا تخليت عن حق وبعدين تزخر من المشاركين بالنسبة للمرأة طبعا أنا مو مصدرة بس قضايا المرأة هي أنا مصدرة قضايا الطبقة المتوسطة قضاء احتياجاتنا اللي أهملت ومتراك ما صار لها سنين يعني مشاكلنا العادية أنا حطى اللوغو مالي أني أنا متحمسة لمجتمع عادل ومتماسك وحلول إن شاء الله جذرية المشاكلنا وملاحقة الفساد في نشأة الأخرى وأعني كل كلمة قلتها بالنسبة لقضايا المرأة أنا كذا مرة قلت أن المرأة من وجهة نظري لا زالت تعامل كمواطن من درجة ثانية بكل شيء إن كانت موظفة أو ربت منزل يعني صار فيه ابتزاز لها على موضوع هذا خم ومكافأة المنزل أو تربية الأبناء أخليك في البيت مرهق المرأة وبالوظائف في حد لها يسمونه السقف الزجاجي أنا اعتبره سقف فولاذي في حد للمرأة مهما كان طموحها ومكاناتها وما مع الأسف وصول النساء ما ساهم لأنه فردي وصول فردي ما ساهم في حل مشاكل المرأة المرأة الكويتي المتزوجة من غير كويتي الآن يعني قاعد يساومونها على الإعانة والنظرة عنصرية اللي قاعد إن شلون شلون نصرف لك ثمانمية دينار وزوجك قاعد بالبيت مو كويتي خلقه نضيق عليك علشان يروح ويعترف هو من وين أصله أو كذا أو يروح يشتغل تخيل النظرة العنصرية الغير إنسانية هذا يعتقد دكتورة بممارسات لربما تكون غير إنسانية إذا كانت فعلا صدقة أو إذا فعلا كانت هذه موجودة على الأرض الواقع ولكن نتمنى إن كانت موجودة أن تم استبعادها وتتلاشى شيئا في شيئا لأن التعامل مع الجانب الإنساني صعب جدا نرجع إلى جانب الخدماتي والذي ذكرتي قبل شوي وأعتقد أن جزئية الخدمات هي أصبحت الأبرز للناخبين والمرشحين والمرشح اليوم عندما بات يتحدث الكل متبني هالجوانب الجانب الصحية والتعليمية والإسكانية ولكن تختلف العبارات وتختلف طريقة تتبعني اليوم دكتورة هيلمطيري جاءت من الدائرة الخامسة وهي دائرة قبلية وفيها يعني كثير من هذه الأمور كيف ممكن أن تتبنى دكتورة هيلمطيري الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية بالنسبة للخدمات الصحية أنا موظفة بالصحة من سبعة وتسعين طبعا أمنا في البداية أننا فيها خلل هالخدمات جدا وما في أي شي تطور فيها كلها باختصار الخدمات الصحية أنا في أكثر من موقع قلت أن أنا أؤمن بعملية المركزية وتفكيك وزارة الصحة لأن أنت تتعامل مع حجم من البورقراطية والشلالية واللوبيات التي تفشل وتجهض أي مشروع إصلاحي وزارة لا تستطيع أن تطور حتى تجديد المستشفيات أصبح إب وهي وزارة كبيرة ميزانياتها من الدولة أضخم ميزانية أنا أؤمن باللا مركزية وأعطاء المناطق الصلاحيات في مشروع صار بالسعودية اللي أنا أسميه الخصخصة الذاتية لأنه في ميزانيات تعطى للمناطق تدير نفسها بنفسها وأنت تراقب عليها إذا ما كان عندك الجراءة والثقة بالقطاع الخاص أنك تشاركه بشكل صحيح موضوع التأمين الصحي طبعا أنا أتكلم باختصار ليش ما يكون الدولة تدفع التأمين الصحي لكل أسرة ويصير أنا أختار مكان العلاج اللي أبي أتعالج فيه وبنفس الوقت يكون تقنين لعملية تسعيرة للقطاع الخاص عشان يكون فير يعني إذا تبيع الخدمات الإسكانية طبعا نحن ندري إنه فيه احتكار للأراضي أنا هم أعتقد إن الدولة قاعد تتخلى عن دورها السكن في الدول المتطورة كلها حق للمواطن شلون أنت تبيع أراضيك لتجار بيع أشياء ثانية مطلوب من الدولة إنها تستعيد هذه الأراضي أو تتحمل مسؤولية بيعها وتشتريها منهم وتوزعها على المواطنين والله حتى صوت قام يبيعونها ما يبيعونها أراضي بس هذا دولة إحنا نتكلم عن دولة لها مسؤوليات الدولة ما تتخلى عن مسؤولياتها إذا ما كانت تقدر توفر سكن حق المواطن هذا بيسيك هاي احتياجات أساسية إيه يعني الآن لما تشوف قاعد يوزعون لستة الأشخاص اللي محتكري الأراضي يقول لك أزمتنا أزمة احتكار أراضي دكتورة يمكن إحنا كثير من القضايا راح ننقشها معاش لكن عندنا فاصل صغير وبعد الفاصل راح نتواصل معاش أيضا عن مشاكل وهموم الشباب في الكويت مشاهدي لنا فاصل نرجع نتواصل معاكم من بعد للأمة إرادة والغاية السعادة للأمة إرادة للأمة إرادة للأمة إرادة والغاية السعادة للأمة إرادة للأمة إرادة اشتركوا في القناة الدكتورة هي الانتخابي وفي حال وصولها إلى مجلس الأمة طبعاً أولاً العدالة الاجتماعية اللي أنا أطالب فيها وتماسك المجتمع هذا يخص كل شرائح المجتمع الشباب مثل ما قلت يعني في عندهم قضايا أولوية التوظيف السكن يعني أن الكلفة الحياة بالكويت أنا تكلمت عنها بس استكمالاً لموضوع السكن مشكلتنا ليست من وجهة نظري فقط احتكار أراضي مشكلتنا بعد قلة تمويل ما عندنا رهن بالكويت ليش ما عندنا رهن الرهن اللي هو التمويل طويل الأمد ومع الاحتفاظ بفايدة معقولة يعني هذا ممكن يسهل على الإنسان أن يشتري بيت ويكون المقدم قليل الحين طالع قانون ببريطانيا أن الديبوزيت المقدم ينزل من 25 إلى 5% كدعم للدولة لحصول على سكن يعني سهل أنك تشتري سكن في بريطانيا وصعب أنك تشتري في الكويت الشباب أيضا أنا من ضمن البرنامج الانتخابي تكلمت عن عدم الاحتكار وتوفير فرص يعني تشوف مؤسسات بالدولة محتكرة الجامعة التطبيقي قضية حملة الدكتوراه هذه ما حد خذاها وكمل فيها ليش عندك ساعات الدوام الآن بالجامعة تمتد للليل يعني نفس الديكاترا يدرسون وعندك مؤهلين قادرين على أنهم يسدون هذا الفراغ أنا أطالب بعدم الاحتكار بالمؤسسات وأنها ما تكون يعني تفتح الفرص طلبت بالنسبة للشباب بأن يسمح للموظف الحكومي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي عشان يطور مداخله الآن تشوف كل البيوت فيها شغل فيها الحريم قاعدين يشتغلون وهذا متطلبات الحياة زادت نعم كلفة الحياة بالكويت جدا مرتفعة وباهضة لذلك لازم في حلول عملية أنا هذه من الأشياء بالنسبة للشباب اللي بالأعمار الصغيرة أنا تكلمت عن عملية الترفيه وأن ليش ما نفكر أن الحياة صارت بس سياسة ومجلس يعني ليش ما نخلق فرص للشباب يعني تأهيلية تسقل شخصيتهم على فكرة هذه توصيات عالمية توصيات للشغل وتأهيل الشباب عشان لا يقلون في المحظور والمشاكل ويقلون أشخاص شخصياتهم مستقرة ومتزينة نعم طيب يعني دكتورة نظرانا ألاقب يعني الوقت ضيق ودي أتحدث عن جزئية مهمة جدا وهي جزئية الإعلام الإعلام ما إن رفعه من شيء ما شاء الله وصل إلى أعلى قمة وإن حط شيء يعني لربما البعض أو الكل تناسى صح كيف ترين تعامل الإعلام مع المرأة وخصوصا المرشحة في العملية الانتخابية الحالية مع الأسف قنوات قليلة جدا قاعد تدعم المرأة بدون مقابل وأنتو يعني الله يزاكم خير ووفرتونا المساحة أغلب القنوات إحنا داشين سباق موفير معادل أول إحنا نساء ثانيا هناك تجربة سلبية للنساء ثالثا أنت التعامل مع دوائر فيها تشاوريات لجميع الطوائف والفئات مال سياسي نسمع عنه شراء أصوات يعني معركة معادلة أو سباق عفوا معادل أنت تبهي الإعلام لو الإعلام يتبنى قضايا المرأة يتبنى أن يدعم وصول المرأة بدون الانحياز بدون لا تكون مثلا تفقى مع توجه معين أو كذا يكون محايد أنا أعتقد هذا يخلي خيارات الناخب أوسع ويخلي الموضوع ما لا علاقة بجنس المرشح لا علاقة بقناعاته وأفكاره علي المطيري بس يسألك دكتور يمكن ناخد منك الإجابة بنص دقيقة يقول لك رؤيتك لحظوظ المرأة في الدائرة الخامسة وخصوصا أن أنت مرشحة بهذه الدائرة أنا أشوف تجاوب وما أطالع نفسي بس لأني أنا مرشحة امرأة ويعني أحاول أستقطب شريحة النساء أنا أتكلم مع جميع ناخبين الدائرة ومتفائلة بالوعي محطة بالي امرأة وغير متفائلة بالوعي متفائلة أن الخامسة بالرغم من الحث الشديد على المقاطعة ووجود أيضا تجارب لمرشحين أو نواب سابقين الناس مراضية عن أدائهم أنا متفائلة وأراهن على وعي ناخبين الخامسة نعم طيب يعني حتى نكون في الختام ونوصل الرسالة بشكل واضح إلى أبناء الدائرة الخامسة ويعني أبناء الدائرة الخامسة هم من أبناء الوطن وأبناء الكويت ودائما ما نفتخر بأبناء هذه الأرض الطيبة اللي يعني ما شاء الله مخرجاتها على رغم كل السلبيات اللي نمو فيها ولكن يبقى يعني هذا العطاء إلى الكويت كلمة توجهنا للسادة المشاهدين وهذه كامرة تجدول لهم أدعو أنا صراحة مقتنعة تماما أن المشاركة هذه المرة ضرورية جدا وأننا احنا أعتقد وصلنا لطريق مسدود بالمقاطعة لازم نشارك وما نتخلى عن حقوقنا ويكون نفسنا طويل نشارك ونعطي نساند الأشخاص اللي نقدر نثق فيهم كل المشاريع الديمقراطية تحتاج أمد ونفس طويل وإصرار وأنا أتمنى ناخبين الخامسة أنهم يهتمون بالاختيار النوعي وما يقابعون كل الشكر لك دكتورة هيلم طيري على تواجدتك اليوم ونتمنى إن شاء الله أن يحالفتك التوقيف في هذه الانتخابات كما نشكر مشاهديننا ضيوفنا في حلقة اليوم اللي كانوا معانا دكتورة رباح النجادة مرشحة الدائرة الأولى وأيضا أنوار القحطاني مرشحة الدائرة الخامسة والشكر أيضا موصول لمرشحة الدائرة الخامسة دكتورة هيلم طيري كل الشكر وتقدير لمن تابعنا وأيضا شكر موصول لك فوندر ولطاقةهم العمل ولمن تابع برنامج اللم إرادة ومستمرين معاكم لضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية للانتخابات ولكل المرشحين ونحاول أن نطرح رؤى مختلفة سياسية إلى نراكم ببرنامج للأم إرادة بأطروحات مختلفة أصبحون على خير لكويت حق لكويت مانا بذمة الأجيار للأم إرادة ترجمة نانسي قنقر